السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الحادي عشر للمسارين العلمي والتكنولوجي عنوان درسنا لهذا اليوم هو إزاحة الدوال الدائرية الجزء الثاني سوف نتعلم في هذا الفيديو إيجاد معادلة دائرية من خلال الخصائص النمذجة باستعمال الدوال الدائرية بعد التعرف على الخصائص الأساسية للتمثيلات البيانية لإزاحات الدوال الدائرية صار بالإمكان نمذجة مسائل واقعية باستعمال هذه الدوال وتفسير معاملاتها حسب الحالة المثال الأول مثال 4 صفحة 156 اكتب دالة دائرية y equals f of x سعتها تساوي 6 ودورتها pi over 5 ويمر تمثيلها البياني بالنقطة 2 و 0 الحل لدلت الجيب صورة عامة هي y equals a sine p times x minus h plus d السعة هنا هي 6 وبالتالي a equals 6 الدورة هي pi over 5 وبما أن الدورة تساوي 2 pi over absolute value of p فإن 2 pi over absolute value of p equals pi over 5 وبالضرب التبادلي نحصل على pi times absolute value of p equals 10 pi وبقسمة طرفي المعادلة على pi نحصل على absolute value of p equals 10 ومنه p equals positive or negative 10 سنستعمل هنا القيمة الموجبة علما بأن القيمة السالبة تحقق الشروط إذن p equals 10 لا يوجد إزاحة رأسية وخط الوسط هو المحور x تماما مثل خط الوسط للدالا y equals sine x إذن d equals 0 يتضمن هذا التمثيل البياني النقطة 2 و 0 التي تقابلها النقطة 0 و 0 على التمثيل البياني للدالا y equals sine x يوجد إزاحة أفقية لليمين مقدارها 2 إذن h equals 2 وبالتالي فالمعادلة التي تنمذج هذا التمثيل البياني هي y equals 6 sine 10 times x minus 2 الآن الفرع B اكتب دالة دائرية y equals off of x تتزايد من قيمة صغرى هي y equals 5 عند x equals 0 إلى قيمة عظمى هي y equals 25 عند x equals 32 انظر إلى الشكل الحل سعة منحن الجيب هذا تساوي نصف ارتفاع التمثيل البياني أي أن السعة تساوي القيمة العظمى ناقص القيمة الصغرى over 2 أي أن السعة 25 minus 5 over 2 equals 10 10 إذن absolute value of A equals 10 نلاحظ من التمثيل البياني أن الدورة تساوي 64 إذن الدورة هي 64 وبما أن الدورة تساوي 2π over absolute value of P إذن 2π over absolute value of P equals 64 وبالضرب التبادلي نحصل على 64 times absolute value of P equals 2π وبقسمة طرفي المعادلة على 64 نحصل على absolute value of P equals π over 32 2π نحتاج دالة دائرية تعتمد على القيمة الصغرى عند x equals 0 حيث أن التمثيل في السؤال يعتمد على القيمة الصغرى عند x equals 0 يمكننا إزاحة التمثيل البياني لدالة الجيب أو جيب التمام أفقياً ولكن الأسهل هو قلب منحنى جيب التمام الذي يأخذ قيمته العظمى عند x equals 0 رأساً على عقب ويمكن الحصول على هذا الانعكاس بافتراض A equals negative 10 بدلاً من 10 إذن A equals negative 10 الآن نكتب الدالة في الصورة y equals A cosine P times x فنحصل على y equals negative 10 cosine positive or negative π over 32 x بما أن دالة جيب التمام دالة زوجية إذن y equals negative 10 cosine π over 32 x وأخيراً نلاحظ أن هذه الدالة تتراوح ما بين القيمة الصغرى هي negative 10 والقيمة العظمى هي 10 لذلك نزيح التمثيل البياني رأسياً 15 وحدة حتى نحصل على دالة قيمتها الصغرى هي 5 وقيمتها العظمى هي 25 فتكون الدالة في الصورة النهائية هي y equals negative 10 cosine π over 32 x plus 15 كامرين رقم 3 صفحة 159 أوجد قيم a و b و h و k بحيث يصبح التمثيل البياني للدالة في الصورة y equals a sine p times x plus h plus k هو المبين في الشكل أدنى عزيز الطالب قم بإيقاف الفيديو وحاول أن تحل السؤال وللتحقق من الحل تكون الإجابة كالتالي a equals 2 و p equals 2 و h equals 0 و k equals 0 تمرين رقم 5 صفحة 159 أرسم الدالة الدائرية التي تمر بالنقطة المعطى حسب السعة والدورة حيث أن السعة تساوي 3 والدورة هي pi وتمر بالنقطة 0 و 0 عزيز الطالب قم بإيقاف الفيديو وحاول أن تحل السؤال وللتحقق من الحل تكون الإجابة كالتالي الدالة الدائرية هي y equals 3 sine 2 x وتمثيلها البياني كالتالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر